أعلم لدى مصدر عسكري أن واحدة لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تعمل بالبحر الأبيض المتوسط تأجهضت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء عملية تهريب للمخدرات من خلال إجبارها للمهربين الذين كانوا على متن زورق سريع على التخلص من كمية كبيرة من مخدر الشيرة برميها في عرض البحر قبالة ساحل الناظور أوضح المصدر نفسه أنه تم تسليم الشحنة المصادرة والتي يبلغ وزنها حوالي خمسة أطنان لمصالح الدرك الملكي بالناظور قصد القيام بالإجراءات الجاري بهالعمل